اشتركوا في القناة والتقارير وطبعا كما نعلم ان البحوث والتقارير لا يعني تربطها شروط وضوابط معقدة جدا فاغلب التصاميم ترهم شرط ان تكون بسيطة طبعا حجم غلاف البحث هو A4 فطبعا راح نجي من تخطيط او تخطيط الصفحة وراح نختار الحجم اللي هو A4 ومن ادراج راح نضيف شكل طبعا هذا الشكل راح يكون شكل مستطيل او مربع بهذه المنطقة بالنصف راح يكون طبعا يعبر بالعرض اكبر من الصفحة راح ننطي لون طبعا مثلا يكون هذا اللون اللي هو اللون الاصفر الفاتح هذا ومن المخطط التفصيلي راح نختار اللون الابيض طبعا هذا الشكل راح استنسخه بالضغط على مفتاح control وراح ننطي لون الرمادي هذا اللون الرمادي طبعا راح نحدد الجزء العلوي وراح ننطي لون الرصاصي الفاتح بهذه الطريقة الشكل اللي بالاسفل راح نخلي اظهار الامام من خلال احضار الى الامام بهذه الطريقة وطبعا نجي الى المخطط التفصيلي الوزن نختار اخر شيء او نختار خطوط اضافية طبعا بهذه القيمة راح نلقي واحد بي تي راح نسوي مثلا ثلاثين بي تي او ثلاثين هواي ممكن نسوي عشرين ممتاز طبعا ممكن نسوي خمسطعش ممتاز فقط انه العرض يكون اعرض جيد الان من ادراج شكل مربع راح نضيف شكل مربع بهذه المنطقة طبعا ينزل الشكل الان راح نضيف نص احنا بالاعلى طبعا راح نضيف اسم المؤسسة المنشور البحث اليها مثلا لنفرض هذا البحث راح يقدم الى جامعة بغداد اللي هي تابعة الوزارة التعليم العالي جمهورية العراق راح نكتب هنا جمهورية العراق وزارة طبعا خلي نكبر الحجم حتى نشوفوا الاخطاء وزارة التعليم العالي احنا جامعة بغداد شارحة كلية الطب طبعا من الصفحة الرئيسية راح نجري بعض التنسيقات اتجاه الناس عربي ورح نختار فونت مثلا راح نختار الجزيرة بولد وطبعا هنا جمهورية فقط يحتاج اعراء وطبعا اذا لاحظ تباعد الاحرف كبير طبعا ممكن هنا من خيارات تباعد الاسطر راح نختار هنا بكامة 1.8 راح يكون 0.8 وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي الحجم ممكن يكون 12 جيد الان راح نضيف الشعار شعار الجامعة بهذه المنطقة طبعا من ادراج صورة طبعا احضار الى الامام او من التفاف الناس امام الناس يكون افضل حتى نتحكم بالصورة وطبعا الشعار راح يكون بهذه المنطقة راح نكتب اسم البحث اللي هو تحليل البصمة الوراثية طبعا من ادراج و مربع ناس بسم مربع ناس طبعا ممكن هذا الجزء نفسه نستنسخ نخليه بهذه المنطقة كونترول اي تحليل البصمة الوراثية طبعا نكبر الحجم و طبعا نكبر مربع ناس العرض ممكن انه الحجم كبير جدا بهذه الطريقة ممتاز اللون ممكن يكون احمر او ماروني لا بس الاحمر جميل و طبعا ممكن من ادراج خط ممكن انه نضيف خط بهذه الطريقة و طبعا هذا الخط راح يكون بنفس هذا اللون اللي هو الاصفر بهذه الطريقة و ممكن طبعا نزيد بالسمك ممكن يكون بهذا السمك جيد طبعا هذا المربع راح نضيف بصورة دالة على البحث من تنسيق تعبئة الشكل صورة العمل دون اتصال راح نختار هذه الصورة و طبعا هذه الصورة ذا لاحظ مضغوطة من تنسيق الاخرى ادوات الصورة تنسيق نجي هنا ادوات الاقتصاص نختار احتواء و طبعا نضغط كونترول و شفت معا و نكبر الصورة و طبعا نسحبها الى هذه الجهة الى اليسار ممتاز الان طبعا هذا الشكل ممكن ننطي بوردر او يعني اطار بنفس هذا اللون اللي هو اللون الاصفر الفاتح طبعا المخطط التفصيلي هذا المخطط التفصيلي و الوزن راح نختار وزن مثلا هذا الوزن ممتاز الان راح نكتب هنا بالاسفل اسم الطالب طبعا ممكن هذا الجزء نختاره او نستنسخه و راح نكتب هنا اعداد الطالب ممكن اعداد الطالب تصعد فوق مثلا فاضل محمد اكرم مثلا اسم عشوائي و طبعا راح نصغر الناس توسيط هنا اعداد الطالب راح تكون نص يعني رقلر وهنا راح تكون بولد و كلها طبعا تصغر وهنا نذا لاحظ انه اكرم نشوف شنو الخلال اللي بيها يعني محتمل اكرم يحتاج لها مادة او همزة ممتاز طبعا هذا الخط اللي احنا انشأناه هذا الخط ممكن نستنسخها ممكن نضيف خط جديد بهذه الطريقة بهذه المنطقة طبعا ممكن يكون باللون الاسود او اللون الرمادي الغامر ولا بأس انه يكون الوزن هنا مثلا بهذا الشكل ولا بأس ايضا هذا الشكل ممكن يكبر نكون بهذه الطريقة طبعا هنا ممكن للكبس او التثقيد ممكن تزحب الى اليسار اذا لاحظ هنا اصبح ادنا غلاف جميل ومنسق غلاف بحث بسيط وملفت في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة